بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِّل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلِّم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم وفِّقنا بطاعتك وطاعة رسولك اللهم اجعلنا هُدَاةً مُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنِّف رحمه الله تعالى في كتاب الشعب الإيمان بابٌ في طاعة أُدِي الأمر فصلٌ في فضل الإمام العادل وعن أبي الحسن أن عمر بن مره قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من والٍ أغلق بابه عند الخلَّة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء عن حاجته وخلَّته ومسكنته هذا الحديث المروي عن أبي مريم الأسد عن معاوية رضي الله عنه روي قبله من عدة طرق بألفاظ مختلفة اقرأ الحديث الذي قبل هذا والذي قبله وكذلك لأجل أن توازنوا بين الألفاظ اقرأ الأولى عن أبي الشماخ الأزديغ عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه هذا الحديث لما دخل على معاوية وهو أمير المؤمنين سأله أين كنت ولما أتيت فأخبره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول اسمعوا ما يقول في هذا الحديث لأجل مقارنة ما جاء في هذه الرواية بالألفاظ الأخرى قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر الناس شيئا ولو كان قليل هذا يدخل فيه جميع الولاة الذين وكلهم الإمام الأعظم بالقيام بشأن من الشؤون يدخل فيه الوزير ونائبه ورئيس القسم ورئيس الفصل يعني لما تدخل أن تدائر من الدوائر لمراجعة حاجة أقسام وكل قسم له رئيس ويتولأ ناس هذا يسمى والي قال من ولي من أمور الناس شيئا فمدير المدرسة هذا ولي من أمر الناس شيئا ورئيس قسم المحاسب في الدائرة الكبيرة ولي من أمر الناس شيئا فدل على أن الولاة الذين ذكر لهم هذا الوعيد يشمل جميع من أعطي السلطة في شأن من يراجعه وهو داخل في هذا اللفظ من ولي من أمر الناس شيئا لأن ما بعد الحديثان المذكوران بعد هذا يفهم من اللفظ أنه الوالي الأول لكن دل هذا على أن من ولي من أمر الناس شيئا ولو كان من يراجعه فئة من الناس لا كل الناس اسمعوا بعد اقرأ ثم أغلق بابه ثم أغلق بابه دون المسلمين شو ذكر المسلمين أولا تقرأ بعده أو المظلوم أو المظلوم ما قال من المسلمين أو ذو الحاجة أو ذو الحاجة إغلاق الباب كنايا على أنه لا ينظر إلى أمورهم لأن العادة إذا أراد أن الإنسان يعتزل الناس ويحتجبهم أغلق الباب فلا يدخل عليه أحد ليس المراد اللفظ دلالة اللفظ ليست حرفية يقول الإمام أغلق الباب المراد به أن من انصرف عن المسلمين أو حوائجهم دخل في هذا الوعي انصرفه كيف يكون يعتذر مشغول عنده اجتماع أمور كذا طارئة أو يضع رجل يحفظ هذا الباب يسموه سكرتير يعني هو الذي يتولى تنظيم الناس يوعز إليه إذا جاءك أحد يقول له في عمل في شغول في كذا وهو نائم أو يتكلم أو أنه حاجاته الخاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا عن هذا الاحتجاب وعن هذا الزوغان وعن عدم انصرافه لأن ولايته أن يقوم بهذا الأمر وله ساعات معينة فلا تكفي ساعاته التي فرغ لها يحب يأخذها من هذه الساعات فقال من أمن ولي من أمر ناس شيئا ثم أغلق بابه دونه أي انصرف عن حاجاته إنما أتى بهذا كناية عن الانصراف أو المظلوم أو ذي الحاجة ذي الحاجة كلمة شاملة يشمل أنه له حق يطالب بإرجاعه يشمل أنه بينه وبين أهله دعوة يشمل أنه قطع عليه الطريق مسائل الحاجات لا تنتهي حاجاتهم ويأتي بهذه اللفظة العامة ليدخل فيها كل صاحب حاجة فيأتونه لأجل أن ينتصفون أو تعطى لهم حقوقهم أو غير ذلك ثم يقول صلى الله عليه وسلم أغلق الله دونه أبواب رحمته رحمة الله وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أصب الله عز وجل أن هذه الرحمة تشمل هذا الصنف من الناس هؤلاء الذين فعلوا مع الناس وهم في حاجة لهم كان الجزاء من جنس العمل أغلق الله دونه أبواب رحمة رحمته أبواب الرحمة رحمة الله سعة الرزق والعافية وعدم عقوق الولد وطاعة الزوجة وحسن العشرة من أقربائه وجيرانه وتسجيد الأمر ولا يجد تنغيصا في الحياة مع اليسر والسهولة كل هذه من رحمة الله منها سعة الرزق في نزول المطر وغيره فإذا منع الله عنه رحمته كيف يكون مصير هذا المطرود عن الرحمة في بؤس وشقاء أهله يتنكرون عليه ويجيرانه يلون وجوههم عنه يعبس له الحياة ولا تسهل له الأمور والعياذ بالله لأنه كذلك امتنى عن فضاء حاجات الناس اسمعوا الحديث الذي يليه اقرأ وعن رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم بن الأسد قدم على معاوية فقال معاوية ما أقدمك قال حديث ما أقدمك دل على أن هذا الداخل المطلوب منه أن يكون في مكان ما وإلا ما يقول ما أقدمك إلا أدل على أنه في مكان ما أو أنه بعيد من أهل قرية شهرة وعرف عنه كذا قال يعني أمر غريب أنك تأتي ما أقدمك فأجابه اسمعوا جوابه قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا سمعت حديث يهم الناس جميعا وأنت بالأمر الأول أنت المعني به اسمع مني هؤلاء الباب في طاعة الكتاب في طاعة هذا الكتاب شعب الإيمان يشمل عدة كتب لأنها ثلاث وسبعون شعبة كل شعب سمى كتاب هذا الكتاب فيه أبواب وهذه الأبواب فيها فصول ذكر هذا الكتاب في طاعة ولي الأمر ثم ذكر الواجب على الولاة والواجب على المولى عليهم وما ينبغي من النصح للسلطان وما إلى ذلك من فصول ستأتي هذا جاء قال له هذا القول نقل هذا القول عن هذا الراوي ما جاءه لأجل أن يشتهر لأن بعض الناس يعلم أن السلطان ما يقبل منه النصيحة في الملأ لأنه من نوع الإهانة من أهان السلطان وهو ظل الله في الأرض أهانه الله الإهانة بمعنى أنك تفرجه في موقف لا ينبغي هذا هنا لما قال هذا القول علم إخلاصه ومعاوية رضي الله عنه من أفضل الناس بعد الخلفاء الراشدين يعلم أن هذا القول حق فسمع منه هذه الكلمة قال أنا سمعت حديثاً يخصك أنت بالأمر الأول اقرأ الحديث اسمع ما يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت موقفك جئت أخبرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نصيحة يسمى النصيحة النصح معنى النصح أصله إخلاص تخليص السائل من الشوائب لم يكون الماء عكر تأتي بشاش فتفرغه لتصفيه هذا الذي صفيته من العوالق يسمى خالص هذا الخالص يسمى نصح فأنت نصحته أي خلصت الأمر من الشوائب فأنت تقدم عليه بنصيحة والنصيحة إذا خرجت من قلب خالص لا لأجل الظهور لأن بعض الناس قد يكون فيه مروءة وقد يكون مصحوباً برعونة المروءة بمعنى والشهامة أنه يأتي في المواقف الحرجة لأجل إنقاذ المرء أو إعانته أو إعطاء ما يهمه بعض الناس يأتي بهذه ويظن أنها مروءة والقصد منه البروز والطلوع لأن الشهر هذا أمر خفي تظهر في المسائل التي يعلم الناس أنه لا يتصدها إلا كذا سيما الفتن الفتن يا عبد الله أن يخرج لغات وقول يضعف أمر الحاكم فينتهز الناس هذه كل يتكلم يريد أن يجمع الناس حوله هذه فئات شاهدناها وتشاهدونها فإذا اشتد الأمر وقوي العزم من الحاكم انطفأوا فإذا ضعف الحاكم وذهب الأمر خرجوا هؤلاء ليس عندهم هذا أيام الحجاج لما كان البطش بأهل العلم كانوا يصلون خلفه لكن لا يجعلونه قدوة أحياناً يأخر الصلاة الجمعة إلى قريب العصر حتى يخرج وقتها فيصلون وهم جلوس لأن البروز عليه مع القوة تحت يديه تحت يديه فيها بطش وفيها إذهاب أرواح دون تحقيق المقصود هذا لا ينبغي لكن الشاهد في أيام العكرات تخرج وجوه وتظهر ألسنا ما كنا نعرفها وأناس أبدوا في قضية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ويتصيدون في هذه ليس هؤلاء الصحابة كذلك رضي الله عنهم قال إذا كانوا إذا رأوا المنكر فعلموا بطش الحاكم إلى أن يتخلوا الناس ويتكلمون معه فإذا خرج قال يا أبا عبد الله إذا كنا معه قلنا كذا نعم ما فعلت وأنت فيك الإخلاص لهذا الشعب وأنت ضحيت قال فإذا خرجنا تكلمنا بغير هذا اللسان قال كنا نعد هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا إيش معنا النفاق يعني يظهر شيء وما في قلبه خلاف ما يظهره قال ما كنا نفعل ذلك وكانوا يقولون الحق لكن ما يقولونه على ملأ لأن هذا لا يزيد الأمر إلا فتنة وهذا قال له هذا جئتك لأجل أن تسمع مني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا عبد الله قل يا أبو عمر من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته الحديث الأول أغلق الله باب رحمته دونه وتركه وخلته وفقره وحاجته عنه في الدنيا هذا الوعيد في الآخرة هو حديث واحد ذكرواها بألفاظ هنا جاء قال من احتجب احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلّ هي شدة الحاجة وفاقته الفقر والفاق بمعنى كل من احتاج شيئا من الناس فهو فقير ما أظن الفقير اللي يطلب دراهم حتى الذي يطلبهم في رفع أمر ثقل عليه يقول فلان فقير لأنه افتقر الله هو الغني وحده هو الغني بذاته وكل الناس فقراء إلى الله عز وجل فالفقر إلى الناس مذلة والشاهد هنا قال يوم القيامة لا تظن أن فيه تناقض هذا الذي حجب الله عنه رحمته في الدنيا الدنيا ليس دار دار عقوبة العقوبة والدار جزاء الجزاء يوم القيامة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لكن الدنيا فيها عقوبات ليس من ظالم من إلا وسينال شيء من ظلمه أما الجزاء فيستو فيه الله له يوم القيامة ولا تظن أن بين الحديثين اختلاف اسمع قال من ولي من أمر الناس شيئا أينا لم يلي من أمر الناس شيئا ما في أحد لا تقول أنا موظف الحمد لله لا يا عبد الله أنت راعٍ ووليت أمر أهلك تحتك أطفال ونساء وأناس ما في أحد إلا وهو يتولى من أمر الناس شيئا هذا الذي احتجب عن حاجتهم قال احتجب الله عنه احتجب عن حاجتهم الجزاء احتجب الله عنه أو أغلق عليه أبواب رحمته الحكم هو صده عن حاجات الناس وعدم قضاء أمورهم الجزاء أن الله منع عنه رحمته وأغلق عنه باب رحمته ويوم القيامة يلقى جزاءه هذا الجزاء إنما استحقه فلان هذا فلان الذي استحق هذا الجزاء ما الذي فعل قال احتجب عن الناس عرفنا الآن حكم وعلة يعني حكم وعقوبة هذه العقوبة ويحتجاب الله عن هؤلاء كانت علة لذاك الحكم يعني سبب عرفنا معنى العلا يعني سبب لوجود ذاك الحكم أنا ذكرت هذه لأنها يتوقف عليها أمر عظيم في الأصول فيه شيء نسموه عموم في عموم وخصوص الخصوص ما يذكر باسم الرجل يا جابر ما منعك أن تصحبنا هذا لفظ هذا خاص بجابر يا أيها الناس لفظ عام من ألفاف العموم من لأنها اسم شرط الذي وهو اسم كل من تولى هذا دخل تحت هذا الوعيد فعل هذا الفعل دخل هذا الوعيد هذا يسموه عموم عموم لفظ بقي شيء آخر يسمى عموم معنوي هذه العلة ويحتجاب الله عنه وإغلاق باب رحمته دونهم هي العلة التي اقتضت التي كانت سببا في إيجاد الحكم ذاك وهو أنه حجب أمره عن الناس ولم ينظر إليه احتجابه عن أمر الناس وعدم قضائه لا تظن أن هذه العلة لا تختص إلا بهذا النوع لا يا عبد الله الدائن صاحب حق يأتي للغريب حان الوقت لأداء الدين اعطني حق يقول للنائب أو لولده يقول له غير موجود ما هو موجود في البيت صاحب الوديع صاحب العارية الذي أخذ مكانا يستحقه فلان ثم اختفى وجاء صاحب الحق يطلب المكان فلم يجده هذا احتجب عن الناس حقوقهم يدخل في هذا الوعيد ولم يدخل فإذا نازعك شخص قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر الناس شيئا ثم توعده بهذا الوعيد هذا ليس بوالي يا عبدالله وكيف تدخله في هذه العقوبة قال لا لأن الله ذكر عل فوجدنا هذه العلم موجود في غيرها اسمع قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا أردت أن تدخل بيوت غير بيتك لأنه دخول البيت له حكم آخر سمو استئذان في ثلاثة أوقات يا عبدالله لا تدخل غرفة والدتك أمك ولا أختك ولا من هو من أقربائك بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أم من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم لا استأذن ندخل ولا ما ندخل العل فيها أن هذه الأوقات الثلاث المرء يلجأ إلى صفوة ووحدة فيتخفف من الثياب قال قال يا رسول الله إنه أمي إيش أستأذن عليها قال أتحب أن تدخل عليها وهي عريان استأذن يا عبدالله هنا ما قال استأذن قال استأنسوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ناس آخرين ما لقصل بهم إلا من صلة الإيمان والإسلام حتى تستأنسوا الاستئناس ليست مأخوذة من الأنس لا الاستئناس مأخوذة من آنس فإن آن وآنس من جانب الطور نارا فإن آنستم منهن رشدا آنس بمعنى علما وأدرك وفهما وشعر أما آنس الأنس هذا من باب السرور والراحة فإن آنستم ليست من باب الأنس إنما هو من باب آنس وهي المآنس آنس يعني بمعنى علما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي حتى تعلموا من بداخل الدار أنكم قادمون عليها استأنس بمعنى آنس أعلمهم كيف تعلمهم نحنع كح بين أنك تخر الشيء كذا قل يا الله ألفاظ الناس تختلف في إشعار الساكن أنه قادم منهم من يكبر ومنهم من يأتي بلا إله إلا الله ومنهم من يتنحنع ومنهم من يظهر التسبيح يعرف أن الساكن في هذا في هذا المنزل أن فلان قادم فيأخذ حين حيطته حتى تستأنس وتسلم على أهلها والاستئناس له طرق منها طرق الباب ومنها رفع الصوت ثم تسلم عليها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحكم لا تدخل البيت حتى تشعر لا تدخل بيت غيرك حتى تشعره بأنك قادم عليه إشعارك هو الآن آنس فلما أمر الله بالإشعار هذا أمر يقتضي الوجوه العل في ذلك قال ذلكم خير لكم الخيرية ما تدري ما هي أي لم يحدد الله نوعها فكل ما وصل إليك من نفع وصرف عنك من ضر فهو خير تصور عذا ما تستأنس فيه راحة المزور وفيه إقبال عليك ورفع الحرج وفيه أنه لو كان في ضيق لا اعتذر وقال لا أستطيع لو هجمت عليه لبغضك وكرهك وقال عنك ما يقال أو أنك تخرج ملوم وفي القلب انقباض وعدم شراح فأنت في الأولى ستجد إكراما إما إتحاف بما يقدمه لك أو يبعث خلفك بشيء يواسيك فيه ولم يحدد الله الخير وأبوه كثيرا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما في امتثال هذا الأمر هذا الاستئناث الاستئناث لأجل إذهاب المباغة وأن المرأة الذي سيزار يأخذ الحيطة واضح لو وجدت اثنان يتناجيان المناجيات يعني بينهم همس ثم جئت من خلفهم فجأ دون أن يشعروا ثم شعر بك أنك تستمع إليهم أسرهم هذا أو يزعجهم فإذا أزعجهم دل على أن خيرا فقدته لو من بعيد ثم تجنبت عنهم أو وجدت رجل يكتب وهو مشغول بالكتابة وخاطره بعيد ثم هجمت عليه بالجلوس فأذى من ذلك فإن لو آنسته من بعيد إما بالتجفون كلمته أنك ستقدم أو بإرسال رسول أو من بعيد تلوح له يدخل في هذا ولا ما يدخل لأن العلة قال ذلك خير لكم لأنك لو دخلت عليه لسببت له إزعاجا فبين الله عز وجل أن استئناسك به يذهب هذه الوحشة فدل على أن كل تصرف يتولد منه وحشة فومنه عنه انظر العلة كيف ذهبنا بها مذاهب بعيدة لم تختص بذاك الذي من أجله ذكرة الآية واضح هذا هنا يقول صلى الله عليه وسلم احتجب الله عنه أغلق عليه دونه باب رحمته لأنه منع من الناس حقوقه دل على أن من امتنع من حق كان عليه ولو لخادمه فإن هذا الوعيد يتجه إليه فلا يأتي متحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من والد خص ذاك بالولاة قل هنا العموم جاء من عموم العلة اقرأ ما بعد وعن أبي الحسن أن عمر بن مر قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال أغلق بابه عند الخلة لا يغلق بابه يضع حارس يضع حارس يسم سكرتير هذا الحارس هو الذي يؤذن لمن شاء ويمنع من شاء وإلا كان غير موجود في كذا يأتي بعلل لما قال أغلق بابه لا تأخذ بحرفية النص لا إنما جاء هذا النص ببيان أن ذاك الزمن كان يغلقون الباب الآن لا فيه حجاب يمنعونك نعم هذا يعني داء اللهم صل عليه وسلم تسليما لم يترك من أمر الناس ما فيه خير إلا ودل لهم عليه ولا أمر يضرهم إلا وبين لهم ذلك هذا الدين كامل لا يحتاج إلى من يتمه أو يكمله لا في الأدعي ولا في الأذكار ولا في الآداب وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما ذكر هذا دل على أن هذا الأمر مرض فاش في الناس حتى تقوم الساق وأتى بهذا الوعيد لزجر من كان في نفسه شيء من ذلك نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما تسليما